طبعاً أنت هتسمع الكلام ولا أقوم أضربك؟ دي كلمة أعتقد بقينا بنسمعها كتير يوم منذول في عدد كبير جداً من البيوت يعني مش هنقول مثلاً حالة أو حالتين لأ للأسف بعض الناس بتلجأ للضرب دلوقتي والدهم لو ما سمعوشوا الكلام بيتضربوا على طول طبعاً الضرب ما فيه شك لأضرار سلبية كبيرة جداً 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 على شخصية ونفسية الطفل وممكن يحاولوا كمان من شخص هادي لشخص تاني عصبي جداً ومع الوقت بيبتدي يتمرد ومع الوقت بيبتدي يتعود على الضرب فما بقاش يأثر عليه خالص يدي صحيح دي مشكلة كبيرة أعتقد يعني ومهم أن احنا نتكلم عنها وعندنا أسئلة كتيرة جداً أهمية الاحتواء عشان ما يتحولش الطفل الشخص عنيف أو شخص عنيد إمتى يكون شخص هادي وإمتى أشد عليه وإزاي أشد عليه كمان هي عارف شعرك كده التعامل لأننا إزاي يكون هو بحزم وبتربية بس في حنية في نفس الوقت يعني مش الشدة والأسو هي فعلاً هي شعرة يعني شعرة معاوية زي ما بنقول كده بالظبط في التعامل مع أولادنا دي كلها أسئلة هنعرف إجابتها من خلال ضفتنا اللي منورانا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر دكتورة نوها الخلي إسشاري النفسي والتحول الزاتي صباح خير ومنورانا صباح الخلي صباح خير يا فانت صباح الجميع في البداية حابين نعرف من حديك بقى ونتعرف أكتر يعني فيه أمهات بتلجأ فعلاً لضرب الأولاد وبرضو فيه عدم الضرب أو التربية الإيجابية بشكل فيه عدم حزم وعدم كمان بدلع شديد ده بيخلي الأولاد برضو زي ما نقول كده مش هنقول مش بتربين بس طبعاً تعاملهم في المجتمع بيكون غلط لكن فيه فرق بأن أنا أعنف علشان بضرب بشكل كبير فليه تأثير سربي عليهم بشكل أكبر مبدئياً مفيش ضرب مبدئياً بداية الأول الضرب يعني بلغي شخصيته قدامي الضرب بعلمه الإهانة الضرب بعلمه أن ده أسلوب للتعامل مع الآخر الضرب معناه أنا مش سمعك أنا مش شايفاك الضرب معناه معناه إجبار الضرب معناه خنقه أن أنا أقول لنفسي وأخاف أن أنا أقول لنفسي معناه أن أنا فاشل كأب أو كأم مش عافة تواصل أنا أكلم على الطفل الضرب أنا لما أضرب يبقى أنا فقدت السيطرة على مشاعري قدام إبني فقدت لغة الحوار مع إبني كسرت حتة أنه يلجأ لي في أي مشكلة فأنا حاولت نفسي من أب أم إلى هلاكو هلاكو جي وناس كاتبين على التليفونات هلاكو بيتصل أسأل مين هلاكو يطع الأم وهو الحقيقة دي حقيقة للأسف موجودة خلاص دي حقيقة طب إنتا ليه وصلت لنفسك أو وصلت لنفسك أن ابنك يسميك هذا المسمع التليفون بس فيه ناس كتابة تقولك طب ما احنا الدراب نوحنا صغيرين وزي الفل ما عندناش ترومة ونفسيتنا زي الفل مين قال؟ مين قال؟ مين قال؟ مين قال؟ مقولين عندنا ترومة مقولين عندنا ترومة بسهلا مش بخلين بالنا منها لسه لم تختبر الترومة ديت بموقف معين فأنا عايز أتكلم مع ابني وعايز أتكلم مع بنتي واحد لازم أديله أن أنت مش عشان طفل صغير وأنا أكبر منك فأنا متسلط عليك فأنت خاضع لأوامل لا 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 خالص أنا باحترمك وانت واحد لواحد تعال كده قاعد حكيلي حصل إيه في الأول لو أنا كان عندي رد فعل عنيف بسريخ أنت فاشل، أنت غبي، أنت ما بتفهمش هو متوقع من الطفل أنه هيعمل إيه بعد كده؟ هيجي يقولك إيه؟ ولا حاجة؟ أو هيجدد يبقى أنا زرعت فيه إيه؟ يا إما أخبي، يا إما أجدب، يا إما هحور عليها أي حوارات عشان هي الصوت العالي مش عايز أسمعه طيب نعمل إيه؟ أنا عاملة مع أولادي عقد، بنود العقد لأ لازم تورقوننا كل العقد لأ ومضيهم، كل واحد بقولي لا استني الإمضة دي شكلها مختلفة الإمضة دي مش عارفة إيه عشان هي إمضة في البنك آه، ويقولي لي حنحطي فرمة بانك كنتون أنت عندك فرمة بانك فقالي لا لسه طيب أعملها من دلوقتي يعني يبدو أنا بقوله إيه بالكلمة دي يعني أنا زي زيك ملزمين بالالتزام بهذه البنوت والإخلال بالبند ليه عواقب هنا تيجي بقى العواقب مش هسرح، مش هزعق ولو زعقت بساعة الإنسان أحيانا بتفلت مننا زمام الأمور لو زعقت هروح أعتذر لو زعقت أعتذر أنا أكا أم؟ يس غلط أنا غلطانة أنني عليت صوتي عليك مش من حق أنني أعلي صوتي مش من حق أنني أوصل لك المعلومة بصوت عالي ده ما يخليش طفل حس أن فيه مساوامة بيننا؟ فيه حب وفيه احترام ومساوامة بيننا أنه هو ما يعليش صوته علي ما أنا لما هعلي صوتي هيعلي صوته قده صح لما يكبر شوية ويشد نفسه كده ما أنت بتزعقي أنت ليه ديتي نفسك حرية تنجلت تعالي صوتك علي وده الجيل إحنا بنكلم مع جيل منفتح على العالم كله وحقي وحقك تمام؟ بس إحنا بنقول بقى إيه نعزز بكلمة وبالوالدين إحسانة طب أنا لازم أحسن لإبني عشان إبني يحسن لي صح طيب كنت لسه بس مع جملة كده أنه زي ما فيه عقوق الأبناء فيه عقوق الأباء يعني أن هما برضو إحسسن للولد أن هو حاسس أن أبوه وأمه دول ما كانوش متواصل معاه ده نوع هو حاسس أن يدعوه بالنسبانه طيب من زرعاه حصل أنت زرعت في ابنك إيه أنا بابايا حبيبي كان يبص بصة واحدة بس كلنا تربينا بكده البصة دي معناها أنا زعلان لما الطفل يحس أن حبيبه أبوه أو أمه زعلان منه بيزعل إن أنا زعلته صح هي بصة صح وإحنا من خاف من البصة من خاف من البصة مش خوف أنه هو حيدربنا أو حي لا خوف أنه هو إحنا زعلناه ده معنى إيه؟ إن الأب ده احتوى الأم دي احتوت حضنت طبطبط بس كانت حزمة في نفس الوقت ولو فعلا أحيانا بيبقى فيه تصرفات إحنا بتحصل قدامنا أنا مش متوقع أن التصرف ده يطلع من ابني هنا بقى إيه؟ التمرين أنا بكلم الأب والأم يتمرنوا طب إنت عملت ده إيه ده سيب المكان وروح قطك الحوار ده مش هيكمل بالطريقة دي ومش هسمح به بنود العقدة مؤخلت بيها وإنت عارف الشرط الجزائي الشرط الجزائي لازم يبقى حاجة هو بيحبها مش هيخدها إحنا عايزين نمضيهم على وصولات أمانة أنا ممكن أدخلهم السبنة عايزي بيش مشكلة دخلهم السبنة عايزي بيش مشكلة خيأي أقول لها ديكا لحاجة إحنا برضو كأمهات يعني بنتعرض في اليوم كله لضغوط يعني معظم الأمهات بتشتغل دلوقتي ضغوط في البيت ضغوط إنها بتودي المدرسة وتجيب وتزاكر كفاس واقعا بالضبط فهي مضغوطة دايما إزاي تقدر لو الإبن أو البنت عملوا تصرف خاطئ جدا إن أنا أقدر أسيطر على مشاعي ما هي برضو بباني قدمة ساعات بنقول إنها زي ما بنقول كده خلاص خرجت عن السيطرة هي شخصيا خرجت عن السيطرة إنها تسيطر على نفسها في إنها تتصرف بشكل عقلاني زي ما حدك بتقولي كده تعمل إيه تتصرف إزاي في الوقت ده طيب أنا دايما بقول لكل الأمهات المناضلات المكافحات حطي شنطة مشاكلك وإنت دخل البيت بره البيت صح يعني افصلي متنكد عليكي في الشارع الناس كسرت عليكي في الشارع خلاص خلصت عندك مشاكل في الشغل لما أرجع الشغل هبقى فكر فيه أو لما الولاد تنام أنا حاعد أفكر أنا هعمل إيه في مشكلتي دخلت البيت البيت ليه بقى تقوسه طيب فرضنا أنا مش من نوع اللي بيعرف يفصل خلاص طيب أنا هتعامل إزاي حصل موقف استفزني دايما كنت بقول لولادي إيه خلي ريموت كنترول بتاعك معك استفزني يعني هي استفزتني هو استفزني هو داس على حاجة عندي فعمل إيه زي ما قلت أنا عليت صوتي احتديت علي احتديت ماشي يبقى فيه صوت يعني زي بقى بتكلم في العسكرية واحد اتنين تلاتة اربعة وهيتم تنفيزه وهيتم تنفيزه وتعال نقشي إنه فيه حاجة مش عقبك كويس عليت صوتي انفعلت ما عرفتش رسيطر نفسي أسيب المكان وعمش وهقول له النقاش هكمله بعدين مش هكلم من دراسي عليت صوتي قلت لأنا عايزها بزعق 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 هو طبعا مش رايفا حاجة من لأنا بزعق الستة ما تزعق أنا بقوله واقع بكلمك في واقع أنا بزعق في أبني فلاقيت أبني بقولي أنا مش رايف حاجة كمان ممكن يتعود على الزي وتعود على الصوت العالي وتعود على الضرب وبالنسبة له بعد كده ما يبقاش مؤثر طيب معلش عشان دينا بس كان بتسعر حضرتك دلوقتي وبتقولك إن فيه ناس كتير هتضربت زمان ويزغيرهم مع ذلك دلوقتي زي الفل فحضرتك قلت مين قالك إن هم زي الفل إيه سمات الشخصية اللي نعرفها دلوقتي مثلا في بيئة العمل في الشارع بنتعامل مع ناس في أي مكان أي أن كان نعرف الناس دي ضربتوا يا صغير اللي بيأذي اللي بيأذي ناس اللي بيأذي بكلمة أو بتصرف أعرف إنه عنده مشكلة أنا دائما بقولها كقاعدة عامة الطبيعي إن أنا لما أتعامل مع الآخر أتعامل معامل منطلق الاحترام منطلق الأدب في المعاملة ومنطلق أنا عندي حدود ما بتعدهاش أنت ليك حدودك الـ Red Lines بتاعتك وهي ليها حدودها فحتى في الشغل لما فيه تعدي بطريقة معينة أعرف اللي قدامك ده عنده مشكلة ما بيعرفش ما بيعرفش يمشي حاجة إلا لو أهان زمت هان زع زمت زع فيه ما إحنا بزعي بقولك إذا لم يختبر ما نواتلك كلنا عندنا تروم إذا لم نختبر طيب إحنا اختبرنا إزاي بالمواقف طبيعي جدا إنك أنت بتتعامل أحد هيقولك صباحا غور من خلقتي أو هيكون ضعيف الشخصية النقيد تماما يعني يكون شخص جبان وضعيف الشخصية طيب ضعيف الشخصية مع جسك يبقى إيه إتهان إتهان وإيه كمان هو ده أسلوب المعاملة ما بلاش ضرب يا جماعة مش هنتحمل أجيال جاي بالشكل ده بالزبط بالزبط كده احتواء إنت جاي البيت عندك مشاكلك في شغلك أنا مقدرة ده سواء أب أو أم بس خش البيت لا البيت بقى دي حدوطة تانية ده ليه تفاصيله ليه تمارين ليه حاجات في المدرسة حصلت ليه بلاننج حاجات عليك التزامات في البيت طبعا بالزبط فافصل لو معرفتش تفصل بحياتك جحين إنت شغال في 24 ساعة جحين صح شغلة في مشاكل البيت في مشاكل طبعا هتوصل ليه أنا بجعر في كل وقت بجعر في الشغل وبجعر في البيت طيب هو في فرق بين التعامل مع أم مع ولد أو بنت يعني مع ولد مفوض تبقى حازمة بشكل معين مع البنت بيكون أسلوب مختلف ولا الاتنين واحد الاتنين واحد أنا بفرقش بقى بين بنت وولد لا هو صحيح أنا مولادي ولاد بس أنا بس عندنا البنات تبقى دراما كوين أنا عايزة أنا عايزة علم البنات والنبي بلاش الدراما ما أنت حتتكدي على حتتتجوزيه بعد كده كيف فهمك كده أنا دلوقتي فما تتكديش روما ولاك دلوقتي بس ما أقول إيه اللي هو هي هو سيستم واحد الاحترام المتبادل الاحتواء هنوصل لحل ما أنا أنت بتتعصب أو بتعمل حاجة غلط يبقى فيه حاجة جواك مش عارف تحله فتعالي نحل أنا كنت بقول لي ولادي اعمل البلوة تعالي أقولي عشان نحلها وبعد كده نشوف هنعمل ايه عملت بلوة خلاص اوكي اتعاملت هجعارلك خلاص اعمل لو بيكررها يا فندم لو بيكررها لا لو بيكررها يبقى فيه مس كوميونيكيشن يبقى أنا ما وصلتش المعلومة لي بطريقة نهية مش هتتكرر طب أنا وصلت المعلومة بطريقة نهية تجاوب عليها وكلها اسئلة في الفاضي نعمل ايه هحتنم ده اسئلة في الفاضي ارمي الكورة في المعلومة حلها انت لوين هقول له سويتش بليسيس انا شايف انه عادي انا بس بضرب بضرب الحدث المسال بيحصل معنا كلنا اطفال يعني ايه اطفال طولت الطفل عني دي بقى اكبرته تاني انا جبت الطفل عني دي بقى اكبرته على الحاجة فنوع من انواع والله من indigenous personnel تمرت انا ايه انا كذلك انت لا انا أنا انا لازم upstairs وانا لازم اتشاف ده ببقى لي يا رؤود الولد ده بقى عنده معتقد في عقله الله وعي انه مش مش ating ga انا مش كفاية فعشان اتشاف واتسمى لازم اتمرد لازم عمل مساكل لازم علي صوتي لازم اتشاف انا محدش شايفني محدش سقاني الاحتواء الذكاء خلاص عادي. بتتقلي. يعني إيه عادي؟ ما هو أنت مأموا أنت لوح. أنا هنخش في جدال. يتقنعني يقنعك. عشان توصل النتيجة. بعيب قوي لو ما هو يقنعني. يعني مشهور أن أنا اللي عندي قدرات إقنعية. أصد أن أنا مثلا عارف الصح من الغلط. حبراتي أكبر. و أنا اللي تهين الصح من الغلط. أنا عندي حلو. أنا حب. لا. مالش. حاولك على حاجة. بدي له حلول من منطلق أنا الصح والغلط اللي أنا عارفاه. فبدي له اختيارات. ماشي. فحبيبي عندك كل الاختيارات دي. اختار لي واحدة. تناسبك أنت. فيبقى هو اللي اختار. بس بإيه؟ بتوجيه مننا. مش كده؟ تمام. ماذا ده المطلوب. أنت عايزة يعمل الصح. وهو ماشي. لا. أنت بتقول كده. أبن حامل ناحية تاني. طب إمتى أبدأ معهم في السن ده. في المعاملة أو الطريقة دي. علشان بقى أمرتاح معهم في المرحقة. يعني كأولاد وبنات. يعني إمتى بقى السنة. أنا أبدأ أتعامل معا. أن أنا أبعلمه وبفهمه من غير طبعا ضرب. من غير عمص. أول ما الوعي يبتدي يا تبالور. يعني من ست سنين. أنا كده من ست سنين. قبل ست سنين ده معانيد. وبيسمعش الكلام. معانيد ما بسمعش الكلام. هتدي له أوبشنز. تاني. لازم أخيره. لازم تدي له خيارات كتيرة. ما هو اللي عندي إنها أفش في دي. لا يا حبيبي في دي. ودي ليها ميازات واحد نقات تلاتة. وفي دي. وفيها واحد نقات تلاتة. وفي دي. فتدي له أوبشنز. أدي له اختيارات كتيرة. فهو الولد حيبق عليه مش فاهم. هوا أنت بتبقى فيه إيه. هوا أنت عايزة إيه. أنا مش عايزة حاجة. أنت أختار. أنا مش عايزة حاجة. شوف أنت أني واحدة فيه مناسبة لك. ونرمي الكرة في ملعبه وده مهم جدا يا جماعة بعد إذنكم بلاش عنف بلاش ضرب لإن ده بيؤثر بشكل كبير جدا على شخصية الطفل وعلى نفسيته في النهاية بيروح لبيئة العمل بيبقى شخص غير متعاون في بيته بعد ما يتجوز بيكون فيه مشاكل مع امراته وبعد كده أو هي يعني أو العكس وفي نفس الوقت ده برضو بينعكس على أولادهم فإحنا عملين نخلق للأسف أجيال من الشخصيات المهزوزة اللي ما تقدرش تاخد قراره وده بسبب إيه؟ بسبب أن كأب أو كأم مش قادرين يسيطروا على مفعلاتهم أو يقادرين أن هم يقنعوا أولادهم بالحاجة الصحة كل شكر لحضرتك الدكتورة النوحة الخولي الاستشاري النفسي شكرا جزيلا لك